صباح الفل على كل إخوات وحباب قلب اللي متابعين جوا مصر وبرا مصر أرقمي ساعة لكم يا غوين المملكة النهاردة أكلمكم عن الدجاج الحجازي ومواصفات الدجاج الحجازي طبعا دمت في مصر ما شاء الله على فكرة في أعلى وفي أقل من كده عاوزك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان إي وصلك من كل جديد ووصلك الفيديوهات الجديدة يا غوين مواصفات الدجاج الحجازي يا غوين المملكة مواصفات الدجاج الحجازي ح beaut feature او الصفر والرجلين باعدة او صفرة و where are they from ورأس كل ما يكون كبيره كل ما يكون أفضل المنقر الرفائي عدي الشبائه الهندي والرأس الرفائية عدي الشبائه الهنديョ دي لفتي ا conditioning الميكون المغد في المنقر الاطشا صامرة ليسidents ورأس لحجازة في لطشية統 كتير عندها الدجاج ومعندهمش مستويات كوية ويقول انا عندي كده المستويات توب غلأ ديله بيجي مرمى على الارض بيجي لغضه كبير بيجي اللغض بتاعه كبير راس عريضة يعنين بيضة مع المنقر لبيض او الرجل الصفر عالي بتكون نفس الرجل اللي قدامك ديه فالحاجات دي مميزة سعره اه سعر الكاتكوت بيبدأ من متين وخمسين او متين عمر اسبوع وبيوصل لحد الف و الف وخمسمية وانصحكم بالمشروع ده جميل تب اديكم الفرخة الشغالين اديكم الفرخة الشغالين بيبدأوا من اربعة تلاف جنيه تمام لحد عشر خمستاشر عشرين تلاتين الف جنيه ما تستغربوش من الاسعار ديه احنا الفين وعشرين مستوردين دجاجة بعشرين الف وكان فيه بسبعتاشر الف ما كانش يقل عن كده فمشروع جميل وربنا يبارك لكم الدجاجة الحجازة من الانواع الحلوة هو في من انواع الزينة اه احسن اكل يعني لو انت عاوز تكرمهم كده وتروع عليهم درة اصفر فل صيوة علف بروتين اه تلاتة وعشرين او واحد وعشرين ده الديوك للاناس بقى بتاكل علف بيات سبعتاشر او ستتاشر او تمنتاشر بروتين ودي برضوك الجرجير ودي اكل من البيت اشر السمك الحاجات دي كلها كويسها يعني تمام اه لان الدجاجات ما ينفعش تاكل بروتين عال علشان قبض معها فانصحكم يا جماعة تربية الدجاجة الحجازة حلو وفي انواع تانية اكتبوه لي انت عاوزين انواع ايه وانا اكلمكم عنها واجبها لكم حابين ايه بتربو ايه الوقتي يعني في شغل جميل وبرجاء عاوزك تشترك في القنوة تفعل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد يا غاوي فيتك كتير لو مشتركتش في القناة لان بنزل كل يوم فيديو ممكن ما بيوصلكش بسبب انت مش مشترك